طيب، أروح لجانب تاني وهو جانب مهم جداً لإعلاقة بطلبات النادي الأهلي اللي وجهها بالأمس مساءً إلى اتحاد الكور أنا على مدار الفترات الأخيرة وأنا حتى قلت الكلام داً بارح لما بننور كده لمبة حمراء في بعض الموضوعات لازم الناس تشعر أن فيه خطر بيهدد الآلف في بعض الملفات وأنا دايماً مش عايز أقول باب أزعلان بس بقبر دماغي ما بحبش أروح للتفاصيل دي لما لقي ناس بتنتقدنا أنتوا ليه دايماً بتهاجموا الخبير الأجنبي احنا مش بنهاجم الخبير الأجنبي احنا شايفين إن فيه أخطاء موجودة ومرت الأيام وبعد عدة حلقات النهاردة هو النادي الأهلي بيقول اللي احنا كنا بنحذر منه في الفترات الأخيرة والنادي الأهلي النهاردة وصل لمرحلة بما يرى من أخطاء تحكيمية تنظيمية وفنية اللي إنه وصل الأمر إن الأهلي دلوقتي حالياً بيطالب بالاستعانة بحكام أجانب وإن النادي الأهلي هيختار المباريات أو الأحداث اللي ممكن يشوفها إنها محتاجة حكام أجانب ويطلبها من الاتحاد المصري لاحقاً على أن يتحمل النادي الأهلي التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك طبعاً كلام النادي الأهلي على الأخطاء التحكيمية بعد الأخطاء التحكيمية الصعبة جداً اللي حصلت في مباراة الأهلي والبلدية والمجمالات اللي تمت أيضاً في مباراة سموحة والزمالك واللي على أثرها على فكرة محمود البنة موقوف ما بيحكمش دلوقتي ومحمد الصباحي نزل وحكم في تقنية الفيديو بعد الأخطاء اللي شفناها في مباراة الزمالك وسموحة وكملت بمباراة البلدية والأهلي باختيار حكم صغير السن ناتجة أن بريرة أصلاً مش عارف هو بيركز في الفنيات ولا مدي المهام دي الحد تاني ولا بيشتغلها إزاي أنا بقيتش قادر بصراحة الراجل ده بيشتغل إزاي وفي نفس الوقت حكم تقنية الفيديو كابتن طريق مجدي أخطاءه بات متكررة كتير جداً مع مباراة الأهلي ولو حد سأله والله هو أنا بقولها هو لو حد سأله كابتن طريق مجدي الفترة اللي جاية لما تاخد مباراة للأهلي تحكم في الملعب ولا تاخد فراء يقول لابعيدني عن مباراة الفر مع الأهلي لأنه هو عارف أن كل مباراة الفر مع الأهلي عنده أخطاء تحكمية جسيمة من أول مباراة بيرامدز مع الأهلي كان بيديرها وقتها جهات جريش قبل الاعتزال شوف أنا أرجع أنت عملت فلاشباك لتلات أربع سنين وراء فالاختيارات نفسها عليها مليون علامة استفهام الأخطاء الفنية في المباراة عليها مليون علامة استفهام القرارات في حد ذاتها والصفارة اللي بتطلع للأهلي واللي بتطلع للمنفسين فيها تضارب المعايير مش واضحة على فكرة جزء من الخطأ ده عند اللجنة قبل ما يكون عند الحكام لأن أنا اكتشفت كمان من الحاجات الغريبة أن بيريرا مش بيعمل محاضرات للحكام الكابتن محمد فاروق مش محاضر تحكيمي عدد من أعضاء اللجنة ما بيستعينوش حتى بالمحاضرين اللي موجودين برا وده أمر أنا شايفه غلط كبير يعني هل اللجنة بتستعين بالكابتن جمال غندور ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالكابتن تامر دوري ما بشوفش ده هل اللجنة بتستعين بالحكام اللي عندهم لايسنس ودراسات وقرصات حتى اللي كانوا موجودين في رواندا قبل كده ما بشوفش ده ليه أنا مش قادر أتخيل برضه وأفهم هل اللجنة بتشتغل مع الحكام بدون محاضرات مش عارف برضه ده بيشتغل إزاي عشان جدا الأهل النهاردة بتكلم على حكام أجانب وليه الحق الكامل انه يطلب حكام أجانب ليه بيطلب حكام أجانب لانه شايف لجنة ما بتشتغلش شايف خبير أجنبي المفروض كان جاي بعقلية الأجانب والأوروبيين اللي هيشتغلوا ويديروا ما بقاش يشتغل بالشكل ده بقى يشتغل بالشكل اللي ممكن يتقلق خليك كده حدش يزعل بريرة في فترة من الفترات كان بيعين حكام كان بيتم تغيير الحكام وفي مباراة الأهل والزمالك اتغير طاقم تحكيم مباراة نهاء الكسف السعودية وبيريرا ساعة تهدت بالرحيل بعد ما تغير مشي لا ما مشيش يبقى أنا هنا وقتها أحط مليون علامة استفهام أنت لو خبير أجنبي وعايز تشتغل صح ما تش هتسمح لحد أن يقصر المنظومة اللي أنت حاطتها بس بما إنك سمحت أن المنظومة قصرت لا يبقى تعالي هنا نبدأ أنا حزبك نقولك أنت بتشتغل إزاي هي القصة مش في البرنيتة واللغة الأجنبية أو اللغة البرتغالية اللي بتحدث بها والإنجليزية احنا عايزين تطوير بجد هل الحكام بيبقى فيهم تطوير؟ لا ما فيش تطوير أقولكم على مفاجأة دلوقتي وأنا معكم على الهواء والله يمكن الفيفا النهاردة عين أسماء الحكام اللي هتشتغل على مباريات في تصفيات إفريقيا الموهلة الكس العالم وأنا هنا اتكلمت كتير وقلت يا جماعة في عندنا حكام مطلوبين في المباريات الإفريقية والمباريات الدولية اهتموا بيهم اديوهم مباريات كبيرة سواء أمين عمر أو محمد معروف أو محمد عادل أو حتى محمود عشور على تكنولية الفار النهاردة وإحنا بنتكلم على تصفيات أفريقيا الموهلة الكس العالم عندك مثلا ماتش أنجولا والكاميرون هيديروا الكابتن محمد عادل طب الكابتن محمد عادل في المباريات المحلية بياخد ماتشات كتيرة ما بياخدش ماتشات كتيرة أمين عمر مرشح كاس عالم 2026 بياخد مطشط كتيرة ما بياخدش مطشط كتيرة على فكرة بالمناسبة محمد معروف كمان عنده مباراة مهمة جدا في تصفيات كاس العالم أعتقد جنوب أفريقيا حاجة زي كده برضو لسه أتأكد من الأسماء لما تجيلي لستة الحكام كلها لكل المباريات وبالمناسبة أدي مباريات مهمة الفيفا والكاف بيتعاملوا مع الكابتن محمود البناء حكم رابع عشان أقولكم إن فيه خلل في المعايير الحكام اللي مطلوبه برة ما بتحكمش مطشط هنا والحكام اللي بتطلع برة سواء إيه فار أو رابع بياخدوا أهم المطشط هنا فيه حاجة مش مظبوطة عندك اتنين رايحين كاس عالم ما بياخدوش مطشط مطشل قالوا البلدية ألاقي محمود ناصف حلو كوي صغير بس في أول الدوري مش دلوقتي فين أمين عمر محمد معروف شفته أداء اختلف إزاي لما سافر ولما حضر كاس عالم ولما حضر مباريات مع الاتحاد الإفريقي سواء هو أو عادل أو حتى أمين المعايير اللي برة غير المعايير اللي هنا فابتدى الرجل يشتغل وابتدى مستويات حسن لكن لما بيخشوا فيه طريقة العمل هنا بتلاقي المستويات اللي انت شوفتها في مطش البلدية ومردية المحلة والأهل روح على لسة الفار في القائمة الدولية بص على لسة الفار مين فيهم بيقرب بس من مطار القاهرة يسافر بيحكم برة ما فيش غير محمود عشور ومحمود أبو الرجال أحيانا لما بيتم اللي استعانا بيه في الفار مش في الملعب لكن باقي الليستة لا طريق مجد بيسافر ولا عمر الشناو بيسافر ولا حسام عزب حجاج بيسافر ولا وقل فرحان بيسافر ولا حتى اللي كان رقم 8 محمود باسيوني بيسافر مفيش مفيش حد بيسافر فالتعامل من اللجنة مع الحكام داخلان وخارجيا مش مظبوط مش مظبوط فعشان كده الأقل بيطالب لحكام أجانب الناس هترد على تقول لي بيريرا رافض مع كامل احترام لبيريرا انت مصاحب قرار القرار قرار للاتحاد اللي هي لا يبعث هيلاعب بيرامدز عايز حكام أجانب هيبعث لاتحاد الكورشيكو في التوقيت القانوني انت مطالب انك تخاطب الجهات المعنية برا لكن مش تقول هرفض مش قرارك مش بتاعتك ما انت يتمشي التحكيم كله صح يا اما تمشيه على مزاجك ماتش او ماتش لأ فرسالة اللجنة الحكام اعوضوا اشتغلوا مع بعض شوفوا مشاكلكو بجد بلاش جوشو لو في خطأ النادي الاه لا يقول في خطأ خبير اجنابي والناس تفتكر حق اتصد لا الكلام ده مش مع النادي الاهلي ولا مع اعلام النادي الاهلي عنقول في غلط في ناس تانية بتاخد حقها زيادة عن حقها وبتعترض لكن احنا لما بنشوف اخطاء كارثية بعد السنين دي كلها جاي ان الكلام لا جاي معها في مشاكل اخر مرة الاهلي الكلام على التحكيم كان من سنتين ثلاثة ليه ساب الناس تشتغل ادى الناس مساحة حرية ادى الناس مساحة حط خطة عمل لكن في النهاية شاف زيت زي عبيد عصام زي بريرة زي كلتنبرج ايه اللي جديد بقى ايه اللي حصل ولا حصل اي حاجة فيلي الاتحاد الاتحاد مش دريان